ويمكن حتى النولى عز وجل في قرآن الكريم قال فاصفح الصفح الجميل يعني خلاص اعفو يعني طبعا قيمة الصفح وقيمة العفو قيمة التسامح وقيمة الإثار ودي كلها أمور مهمة جدا ويمكن حتى الشعر إبراهيم ناجي قال فإذا ملتأم جرح جد بالأذكار جرح اشمعنا الست بتسامح وتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمح اشمعنا الست بتسامح والرجل لا يعني كلهما لازم يسامح بص يا التسامح ده قيمة إنسانية ولا هتقولوا ان دي كمان احنا عندنا طاقة معرفش ايه لا لا اطلاقا انا في العلاقات الأسرية دايما بقول محدش يخش معركة مع الطرف الآخر الخسران فيها أو المهزوم فيها خسران أكتر من المهزوم دي حتة مهمة قوي أوقات كتير جدا بفوت وصيب له قدامي يكسب عشان ننتصر للعلاقة ننتصر للبيت زوجها ده محتاج تأهيل نفسي الرجل اللي مراته تتكلم حتى احنا مش عفيني العلاقة وصلت لفين خلي بلاك احنا معرفش هيكلمته احنا مش عارفين يعني بص طرح ما وصلتش للخيانة الزوجية الصريحة فبقى فيه مساحة للتراجع هل هي كتبت المذكرات كنوع من مناجاة النفس واسقاط المشاعر احيانا ندفن في العلاج النفسي بيفين انا كتب الحاجات المزعلني وقطعها وان احنا اكلم نفسي حتى ساعات يقولك ده انا جنيت بيتكلم نفسي في المرايا اقول لها مش مهم طالما المرايا بتردش عليك انت زي الفل تتكلم زي ما انت عاوزة بس عادي طالما ما ردش عليك ده 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 مسلمة نفسية بالمنازمة جزء محتاج تأهيل نفسي عشان يرجع تانيب جزء محتاج تأهيل نفسي والاتنين لازم يفهموا ان اي علاقة في الحياة الاولى في حياة الانسان ما هياش حب حقيقي الحب الحقيقي هو اللي بيستمر ويملك مقومات الاستمرارية العلاقة مش ترجع زي اللي قلنا بيهم يا دكتور لا يا فندي يعني بص حضرتك حتى الشعر لما قالك ما الحب الى الحبيب الاولي كان بيكلم عن البيت مش عن الحب رد عليه شعر اخر وقال ايه قال ما الحب الى الحبيب الاخري اتشكه في ان محمدا سادة البرية وهو اخر مرسلي فالقصة مش بالاول ما تسيبك بقى من الشعراء وتركز معايا في حكاية اسماء اوه ده كلام انا عمليه دلوقتي انا حطى نفسي مكانة ومد دقيقة مش عارف اقامل ايه انا اول مرة بقحطر هي قالتنا هروح للشيخ رمضان عشان هو بيحبه بس ما عارفش يوصله انا بقول لها روح الرمضان ورجب وشعبان واي اسم من اسماء عرشو الحرم والد هندي خبطي يا بنتي على كل باب انت بتدفي عن حياتك وعن كيانك بس الاهم اللي يروح يكلمه ما يقولوش لا سامح واغفر لا يقولو ايه با يقولو يا ابن اشتغل على الاسباب انت سبب في ده مفيش مشكلة اسرية الا ما ترفها الاتنين فالاتنين مسئولين عنها طب ليه اهلها كان ده موقفهم ما حسيتش ان هم خزلوها الاهالي دايما بيبقوا شايفين ان البنت في اي مشكلة قد تجلب العار والخزي ايه ده بيحاولوا يعني بدل ما يقفوا جنبي اه يعني بدل ما يدعموها يعني بقولو اهلها وبقولو جزها بنتك وامراتك في مشكلة محتاجة دعم محتاجة سببورت محتاجة حد يكون في دهرها محتاجة حد ينور لها طريقها محتاجة حد يرشدها محتاجة حد يعينها فانت ما تعقبهاش على الكلام ده بالعكس وبعين هي عملت ايه حتى لو كلمتوا بالتليفون نفترض وهي ما قالتش هي فتحت الباب وبصت كده ما عجبتهاش الشغل قلتلك لا قلتلك بعيدت من نفسي عشان ربنا لا طبعا وبعين خد يبالك حد احنا سيكولوجيا بنقوله ايه الست لو رجعت في اول كام شهر وها بتلمس كده وبتخبط على الابواب ما فيش مشاكل خالص انا محتاجة انك تقول كده مشاكل دي موجودة كتير في مجتمعنا كتير طبعا كتير شاطلب منك النسبة عشان ما نتصدمش لا فيه نسبة على فكرة يعني ولا سيما بعد دخول الانترنت يعني انت عندك في 2006 من 15 سنة مصر كان فيها 65 ألف حال الطلاق في 2006 نتيجة الخيانة الزوجية عبر الانترنت ده من 15 سنة طب النهار ده بقى زي ما انت عاوزة تقولي قولي يعني معنى كده ايه معنى كده ان فيه امور مستخبية وفيه امور قصية جدا انت يا اسماء انت وجوزك يعني لمستوا من بعيد اصابكم منها مس بس بس فيه كل ما نبص على المجتمع هتلاقي اغوط واغوط واغتر طبعا فاللي هي فيها ده لا الشيء والله يعني ولا حاجة بشكرك نورتني ونتمنى يفتحوا مع بعض صفحة جديدة نفسي وانه يسامح زي ما الستات بتسامح زي ما هي لو كانت مكانه هتسامح وانت تعيش يا حاج نورتني يا نكتر